توقعات المناخية في دولة بالتوقعات بموعد التربص في غينة الإسيوائية وموعد التنقل وموعد المباراة كيف تتوقع أن تكون الحالة البدنية لللاعبين هل في هذه المعطاية لو نتنقل إلى غينة الإسيوائية 21 ثم نلعب المباراة 25 في الكاميرون هل سيخدم المنتخب الجزائري من الناحية البدنية أم أنه انتحار لو تم اعتماد هذا المخطط أو هذه السراتيجية في التحذير بالضبط هذا سؤال ممكن تكون عليه الدراسة لكن ممكن نعطيه بعض التفضيحات أولا نظن الأيام الخاصة بهذا التربص أو المعسكر ما ستكون هدفه تأقلم الحراري نظن هو أكثر من الجانب النفسي تجميع اللعبين وربما العمل الذي يكون من الجانب التاكتيكي لكن محتوى الحصص وبوجود وسائل تكنولوجيا كالجي بي اس نظن أن كل الحصص ما لازم تكون فيها حمل أقصى معنطها دي شارج ماكسيما معنطها اللعبين ما لازم نرهيقهم أولا رح تكون حصص متوسطة الشدة وخاففة ما لازم تكون فيها لانتون سيتي لماذا؟ لأنه لو فيها لانتون سيتي شدة عالية شدة عالية رح تضيع التاقات وضيع وفي تلك الظروف اللي موجودة في دولها أنك خاصة توقيت التدريبات ما نعرف في غنيا الاستوائية توقيت على قداش تعملها الناخب الوطني هل درع الساعة الخامسة أو الساعة الثامنة ليلا ما عندناش المعطايات إذن حتى التوقيت يختلف ما نعتقدش أنه رح يدير التدريب في نفس توقيت تعمل مباراة لأنه في تلك الفترة تكون درجة حرارة عالية ورطوبة عالية ويكون إرهاق إذن عمالية يكي تكون عندك رطوبة عندك كمية المياه الموجودة في الجو عالية ما تسمحلكش التعرق يكون يكون جيد خاصة أن عمال تعرق تساعدك باش تخفض بدرجة الحرارة المركزية وهي التمبراتور السنترال ما نتكلموش على درجة الحرارة تجد التمبراتور كويتاني تغطيب التمبراتور كويتاني عندنا تقنيات وعندنا وسائل تستعملها لكي تخفضها مثلا السطورات تبريد مثلا اللي جيلي هدوك تعرفوا دي سمو اللي موجودين في مستوى علي موجودين عند المنتخبات تعامريكا اللاتينية والمنتخبات لتنشط خاصة لمتعودين يلعبوه في تلك الأجواء بوليفيا مثلا هذه أولا إذن عمل تأقلم غير موجودة لأن الأيام غير كافية أولا ما تنحيو العام الأول لكي تتأقلم الحرارة والرطوبة إذن العام الأول غير موجود العام الثاني هو استعمال الوسائل لإذن التبريد الخارجي وهو استعمال سطرات التبريد استعمال كما يقول لك المنشافات التبريد لعبين كما يقول لك الحمام البرد ممكن بعد التمرينات يخذوا حمام أو دوش بارد كما يسمون حمام بارد يساعدهم في خفض واسترجاع هذه كما يقول لك كما يقول لك كما يقولوا إحنا الفريشر في زيكة حم يسترجع العامل الثالث هو التبريد الداخلي وهذا الشيء المهم واللي حبيت نتكلم عليه وفيه دراسات علمية ونحن في الجزائر ما نعطلوش الأهمية وهو التبريد الداخلي هو أخذ المشروبات الملائمة لخفض من درجة حرارة الجسم وتساعدك في رفع من 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 بالأكس يوجد دراسات حديثة تتكلم على رفع الآداء وليس خفض الآداء نحن